أعتقد وإحنا بنتكلم عن دور مصر السياسي من خلال ما شفناه وتابعناه خلال الفترة اللي فاته وزيما حضارك ذكرت أنه الاتصالات بشكل شبه يومي بالإضافة إلى زيارة مسؤولين كتير جداً إلى مصر للتنسيق عشان نشوف إزاي هيقف هذا التصعيد أو حتى يستطلع وجهة نظر مصر ورأي مصر في الأحداث من الحاجات المهمة جداً هو أنه أنطولوج تيريش لما ظهر مصر كان فيه مؤتمر مهم جداً من أمام معبر رفع كان ممكن نكتفي بأنه يكون في القاهرة فقط وأعتقد ده دي نقطة مهمة جداً تحسب للسياسة المصرية والدبلوماسية المصرية مؤتمر صحفيك آخر ما بين وزير الخارجية المصري والأردني والأمريكي برضو كان مهم جداً ولغة السياسة فيه كانت قوية وكننا بنتعامل حتى الرئيس في البداية دكتور لما قال إحنا بنرفض رفضاً باتاً تهجير القصري وكان هناك محاولات لإخراج بعض من حميلة الجنسية من خلال المعبر مصر قالت نرفض ودي أعتقد لغة قوية نعم وكان موقف مصر موقف حاسم في هذا الموقف فإنها رفضت بالفعل الفكرة خروج أي أشخاص عبر المنفذ إلا إذا كان يقابلوا دخول مساعدات إنسانية وهذا موقف موقف حاسم بالنسبة لمصر مصر لم تترك فرصة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين إلا وفعلتهم سواء حتى مستشفى ميداني أنت حدستاني عن المساعدات الإنسانية التي تنساب ثم بعد ذلك تمنع إسرائيل بشكل ما أو بآخر وجاءت اللقطة التي المعبرة الأمين العام للأمم المتحدة أكبر موظف أممي في العالم يأخذ أمام معبر رفح ولا يستطيع أن يفعل شيء ومن بعده كمان المدهة العام للجنائية الدولية وبالتالي أنا أعطاك طبعا أن هذه يعني تحسب لي الدبلوماسية المصرية في أنها أبانت للعالم طبعا هذا الرجل بيصلت عليه الأدواء من كل دول العالم يعني اللقطة لم تكن لرجل هي للمنظمة الدولية لنظام دولي بأكمله نظام عالمي بأكمله عاجز على أن يوقف أو أن يرضع إسرائيل بسلوكها الأدواني أما ما حدثتني عن طمر صحفي أو الوزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية المصر ووزير الخارجية الأردني طبعا هناك محاولات أو زيارات مكوكية من وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة يعني يأجي حينا ويزعب حينا لكن طبعا أستطيع أن أقول أن أنتوني بلينكين هو الشخص أفضل شخص للقيام بمهم ما يرد له الفشل هو شخص بدأ منحازا وحتى الآن هو منحاز فبالتالي إذا أردت أن تفشل أي مهمة فابعث أنتوني بلينكين فبالتالي أنا لا أعتبره وسيطا نزيها أو وسيطا محايدا خاصة بعدما جاء إلى المنطقة ويتحدث أنني لست وزير خارجية بل أنني شخص يهودي فبالتالي هذه تضرب دوره من الأساس